أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد أن مملكة البحرين تتطلع دائما نحو تعاون أكبر مع مملكة ماليزيا في مختلف المجالات انطلاقا من المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يلبي التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر رفاع سعادة السيد أجو السليم بن حج يوسف سفير مملكة ماليزيا لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير الماليزي بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة وتمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهمة مشيدا سموه بالتطور والنماء الذي تشهده ماليزيا باعتبارها أحد الدول الآسيوية التي حققت انجازات كبيرة خاصة على صعيد التنمية الاقتصادية وخلال اللقاء بحث سموه مع السفير الماليزي آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه عربا سعادة السفير الماليزي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الماليزية ودعم التعاون بين البلادين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر